نفهم بأن هناك قطعة بين قسمين في تونس هناك تونس الرسمية أو السياسية أو تونس النظام الرسمي والنظام الحالي وبين تونس المهمشة أو جزء منها مهمش وهذا جزء المهمش الذي لم يتوفر في نظره على أي نصيب مما يحدث طيلة هذه العشرية عشرية إنهاد نظام بن علي وعشرية الثورة طيلة هذه العشرية بالنسبة إليه لم يغنم أي شيء لم يستفد أي شيء لم تتحقق أي من شعارات التي قام ورفعها التونسيون ضد نظام السابق نظام بن علي وبالتالي بالنسبة إليه هو موجود على الهامش ولا يمكنه في هذه الحالة إلا أن يقوم بهكذا محاولات من أجل إبلاغ صوته لكن إبلاغ الصوت لا أعتقد أنه يكون بهذه الطريقة التزامن في بعض المناطق يمكن أن نفهم من خلال أن هذه المسائل تتحرش مثل كرة الثلش فعندما تقوم منطقة أو يتحرك بعض الشبان في منطقة ما فإن هذا الخبر ينتشر وانتشار النار في ألاشيم وبطبيعة الحال مناطق أخرى تتحرك على وقع هذه التحركات باعتبار أنهم يعتقدون كلهم أنهم في هذه اللحظة المناسبة كي يحققوا بعض المكاسب لكن هل أن هذه الحركات وراءها طرف ما لا أعتقد ذلك في نظري وأعتقد أن هذه التحركات هي تحركات لشبان غالبهم من القصر وهؤلاء الشبان يريدون أن يعبروا أو ينفسوا عن واقع يعيش جزء لا بأس به من التونسيين واقع التهميش المتفاقم والتفقير المتعظم ولكن هذا التعبير والتنفيس عنه كان من خلال استهداف الممتلكات العامة والخاصة وهذا أمر لا يمكن أن يقع قبوله بماذا يندر المشهد مع هشاشة الأوضاع الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا هل نحن بصدد انفجار اجتماعي وشيك قد يطال الأوضاع السياسية ويدفع إلى احتجاجات أوسع وأكثر حدة دكتور خالد هذا وارد فعلا وهذا ما نبهت إليه منذ ثالث سنوات حتى في شاشتكم عندما ذكرت في 2018 لأن هذه احتجاجات التي نراها الآن سبق أن وقع مثلها تقريبا في 2018 و2016 و2019 في نفس الشهر تقريبا ترجمة نانسي قنقر